بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم من هاكم سيد وطيب غالياتي اليوم سنشوفوا وصفة بيتزا سهلة وفي متناول جميع وبلا ما طيب الطماطم ما تكسر يا راس جبني ناسل تستاهل هذه ان شاء الله قبل ما نبدأ بالوصفة جبت هذه المتتبعات وان شاء الله ستنال اعجابكم وان شاء الله كل مرة سنفرحكم لانكم تستاهلوا قبل ما نبدأ بالوصفة انتعنا البنات راح نعطلكم هذا المنتوج اللي وصلني كل ما يخص البشرة والشعر هاوكي البنات الانستغرام التحام وهاوكي رقم الهاتف ذو نخلي لكم ثاني في صندوق الوصف البنات بزاف كي حطيت في انستغرام سقساوني سيهام ممكن تحكي لنا كل حاجة تعواش ممكن تعطينا الاسعار بش حال يديرو حبيباتي ذوك بربي ان شاء الله بعد الفيديو هذا راني ذوك نحط لكم كل المعلومات في اسستغرام وان شاء الله الاخت بعد هي اللي تجاوبكم اللي بعثت لي الحوائج هذا بعد قلت لكم اللي بنات نقول لكم كل شي وش وش وصلني في هذا العلبة وصلني لبنات موزيل الماكياج وقبل ما نقول لكم مش كاين اللي بنات راهي كاين هادية المتتبعاتي طبعا دائما نتفكر متتبعاتي وديما لازم يكونوا حاجة مميزة وديما عندهم تخفيضات وديما عندهم هدايا لانكم عزاز عزاز عليها هاي العلبة البنات نرجع نقول لكم العلبة وش فيها فيها موزيل الماكياج فيها لانجات فيها زيت جوز الهند فيها مسحوق التين الشوكي ماء الورد ماء حشيش الليمون زيت بذور التين الشوكي زيت الارغان وزيت الظرو هذو هم الحوائج اللي وصلوني كاين حوائج رح نستعملهم للشعري كاين حوائج رح نستعملهم للبشرة نتاعي كي مشتموا اخرا مع الولادة ومع المرض ومع الصفر صفر رمع شوية رح نتلاها عفوا بالبشرة نتاعي هملتها تانمون نجري وهملتها لازمتلي شوية عيناية للبشرة التاعي والشعر نقول لكم البنات والحاجة المهمة انه اي وحدة تشري اي حاجة تشري عندك تخفيض حاببتي عندك تخفيض عشرة بالمئة عندك اي حاجة تشريها من المنتج عندك تخفيض عشرة بالمئة بلا شي هذا كل كينا هدية كينا مسابقة وذوق نخلي لكم المسابقة في الانستغرام في الصفحة نتاعي الاختة تبقوا شرط عندك هدية كينا في العلبة كينا لنجات وماء حشيش ليمون بودرة التين الشوكي وزيت نوات المشمش هذه الهدية وبلغ ما نتكلم عن التخفيضات كل شي سيكون في الانستغرام انشاء الله اذهبوا الوصفة انتعنا البنات هي سهلة ماهلة ومختلفة كل مره نحط لكم وصفة هنا عندي زوج كيسان كما رأيكم تشوفوا راني نكيل بالكاس المطارد هذا كي يلت زوج كيسان مادة فيه وزيت ضفت لها زوج ملاعق حليب بودر اذا عندك حليب قادي يستبدلين ماء بالحليب مباشرة عندي هنا نصف كاس المطارد نصف كاس مزيج بين الزيت والزيت الزيتون تحبيت تدري الزيت بغيتي تدمجيها من الاثنين مع بعض الوصفة طبقوها وشاركوها معايا في كوكباد قلت لكم البنات نزيد نضيف ملعقة اكل خميرة الخبز هنا المال البنات انا نركز معاكم لازم يكون دافي ما يكونش سخون بزاف باش هكا الخميرة تعنا تعطينا المفعول تحتها عندي هنا نصف ملعقة اكل سكر باش الخميرة تعطيني مع السكر يعني تعطي مفعول هنا نخلطها ونخليها شوية حتى نلاحظ هذيك الفقاعات هنا ما عقدش نعطيكم الوقت محدد لماذا؟ لانه درجة الحرارة تختلف من مطبخ الى اخر والجو الجو يختلف من فصل الى فصل هنا عندي الفارينا البنات حوالي 500 قرام وضفت كيس خميرة الحلويات هنا يا الفارينا انا عطيت لكم بالتقريب 500 قرام سوفكم تعرفوا القوام شوفوا بين 500 و 600 قرام تمال حوالي 500 قرام اذا لقيتوها ما زلت تسقفيتكم بزاف زيدة خاطر نوعية الطاحين ستختلف وضفت وحدة بيضة بيضة وحدة وبدت نجمع فيها نغطيها ونخليها التخمر هنا وش عندي؟ تماطم ثوم ملح زيتون فلفل اسود صلاة النبي الحبيب هذا ما فيها لا نطيبها لا نكسر راسي معها نرحيها كما تشوفوا ونضعها هنا وش عندي لها مقلاة سوف نضع شمبينون ودجاج سوف نضع نوعين من الفيتزا يعني سوف نستغل بعجينة ومكونات نضع زوج فيتزا هنا العجينة لا نستعملها كل نضع نصر نضع فيها فيتزا ونصر نضع فيها كوكا هنا ونقليت الدجاج ونقلي فيها الزيت نقلي فيه الفطر هذا الفطر لا يوجد المعلب انا احب هذا الطبيعي بنيين ويمد ذوق هنا كي تقليها البنات لا تقليها في درجة الليغاندة هنا هيا العجينة راهي خمرتلي هنا راني مقطعة فلفل حلو شرائح بصل شرائح كي ما راكم تشوفو عندي كوموملا عندي الطماطم اللي كونا رحيناها مع بعضانا عندي هيا جبن قريار مبشور او تقدري تستعملي اي جبن تفضله عندي زيتون وعندي باتي بقري والان نروح للعجينة كي ما كم تشوفوها هي خمرت راح انحيلها هذك الخمور نضيفها وبعد نحي زوج كوريات هندير زوج بيزا زوج بيزات ومانيش هنستعمل العجينة كاملة قلتكم بناتها هنخلي شوية هندير بيها كوك هندير بيها اي حاجة تحبي تخليها تغطيها وتخليها في الموجة مد وقت الحاجة تجبديها وتخليها مدة وترتاح وتريح وتخدمي بها عادي ما عندهم ميصرة لها هنه ينرش شوية طاحين ونبدأ نحل فيها لبنات شوفو هنه قاعدش خمرت شوفو ذاك الفقاعات خاطر دات وقتها في التخمير اللي بات تعطينا مقتهم هنه ما دهنتش البلاتو تحبو تدهنوا بالزيت ادهنوا انا اكتفيت برش القليل من الطاحين وراح نلوح هذي كلاسوس طاع الطماطم هنه يديروا على حسب كمية الافراد وعلى حسب كمية العدد تاع البيتزا اللي رح تديروه انا مرحيتش بزاف واكيد الطماطم تبقى على حسب حجم الحبة يمكن مثلا اذا كانوا حبات كبار تكتفي بثلث حبات اذا كانوا صغر رح تستعملي كثر هنه رح نلولة وش رح ندير فيها رح نلوح هذاك الدجاج واللوح الفلفل تحبو تقليه وتحبو تحطوها كاك خضر وهناي البصل ثاني تحبو تديرو وخضر تحبو تذبلو شوية كي ما تحبوه هنه استعملت كل الفلفل كل البصلة استعملتها خضرة هنه رح نزيد نضيف الزيتون انا زيتون ما نحبش نحطوها كاك بالعظمان نحب نقطعو هكا ونحط الفطر اللي قليته نحط هكا نحطها هكا نحطها شوائي هنه راني مشي على درج مشي على الفرن عفوا حطيتها الطيب ورحت للخبزة الثانية بنفس الطريقة حليتها وحطيتها في البلاتو مدهنتها شرشيت الفارينة فقط ومن بعد هنحط السلسط الطماطم هنه قسمتها على زوج خطر واحدة درتها حره واحدة ما درتها حره هنه راني نوزع في الطماطم هنه ثاني الطماطم كل واحد كيف يحب يحب يتكون فيها سلسط الطماطم بزف كاين اللي ما يحبش فيها جهد ما تكون يعني تبقى اذواق نفس الشي ندير البصلة ونزيد نحط البصلة كيما قلتكم تحبوا الذبلوها البنات تحبوا تخليوها جي بنينة بنينة الفلفل ثاني اللي قطعته شرائح تحبوا تديرو الحلو تحبوا تديرو الحلو كيما تحبوا كيما تحبوا نزيد هنا عندي باتي بقري تعال الحم قطعته مربعات كيما كنتشوفوه وراني نحط فيه هاكا يعني تقدري بعجينة تديري بيزا تديري زوج انواع وتضوقي منهم بينزوج تاكلوهم تقسموهم وتاكلو منهم نحط الآن الزيتون هنا الجبن ما نضيفوش حتى للاخير باش ما يتحرق ليش يعني نطيبها كي تبقى دقيقة باش نخرجها اللوح الجبن جستي ذو بطل نحيها ها ها هنا راح نجي هذي كلي راهي الطيب راح ندير فيها الفورماج غريال وهذي راح نديرها بالكومومبر ها حطوا عشوائي ولا المهم كيما تحبوا اللي بالدجاج راح نديرها بالجبن غريال وهذي راح نديرها بالكومومبر والباتي باتي بقري تحبوا تديروا الفيونده كيما تحبوا خاطر كاين اللي حبوا الكومومبر كاين اللي ما يحبوا يكلوه أصلا تقدري تكتفي بالجبن عادي تستغنائي تماما على الكومومبر يعني ليس بالضرورة كيما ندير نحنا ندرككم فقط أفكار هنا نوجد في الطابلة هنا البنات نعطيكم معلومة سكسيتوني بالزافع الكوزينيا نعطيها علارك يحط فيها كلاجة علشان يحط فيها كلاجة البنات كلاجة تقول لي تشبه للفور الخباز يعني هذيك كلاجة توزع لك السخانة بلا ما تشعلي من فوق توزع لك هذيك السخانة داخل الكوزينيا هذي بك بالنسبة للسؤال اللي تطرح لي هنا هي البيتزا البنات هنينكسم لكم فيها هشوفوا كيفية سخانة قلت لكم الجبن الطري ما ضفتوش مع الأول بعد شعلت لها من فوق شوية كيما كنتشوفوا حمارة على الجوانب والدور تلك الكالاجة شوفوا شكل تلك البيتزا يعطي لكم الخبر وهذيك الكوزينياري من وقت كنا احنا تعهد عهد شوفوا البيتزا والله يا البنات بنينا رشيت عليها الدبشة كما كنتشوفوا من فوق انه نموت على البيتزا بالدبشة نموت عليها بالدبشة شوفوا جي بنينة 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 شاهدكم وسمحوا لي واللي راه يتتوحم حبيبتي ما تدخلي ما تشوفي واذا كي قادروا عندك الجهة الطيبية ما تخليهاش في خاطرك شوفوا شوفوا البنات جي بنينة على الكيف ها وجي طرية البناتة جي طرية خطر بزاف يقولونك البناتة يقولونك البيتزا جي شوية ما جيش يابسة عطيلها حقها في الراحة عطيلها حقها في الطياب عطيلها حقها في كلش جيك نفسها واحسن بألف مرة يمكن جي تاعك قابل من تاعي شوفوا الحواف تاع البيتزا كيفاش رهم حمر هاا البيتزا كل واحد كيفا يحب عفوا ان الجبن كين يحب يكثر تحب تنوعي في الأجبان تخلطي شوية روش شوية غريار شوية شيدر كما تحبك وهذه الثانية كما تشوفوا هذه الوصفة اليوم جربوها وخليوا لي تطبيقاتكم في كوكباد ومثل لي رايكم كما كم تشوفوا السوستامات ما طيبش واللابات سهلة سريعة ومقدير مضبوطة وفي متناول جميع كما نقول حنا ما تحتاجيش ميزان حاولت ندير لكم بلا ميزان هذه هي مبقى لي غير نقول لكم في أمال الله وفي الملتقى حبيباتي في وصفة أو روتين أو أي فيديو كان السلام عليكم ونقول اللي راح بالتوفيق اللي يربحوا في المسابقة والله يشاركوا اللي يبغاوا واللي بغين يشريوا كما قلت لكم اللي حيروحوا على طرفي رح يكون لهم تخفيض عشرة بالمئة يلا ربي يحفظكم كامل وتستاهلوا كل خير مادمكم اعزاز عليا نتمنى كون نلقى النحي مني ونزيد فيكم السلام عليكم